طبقنا اليوم غني بالبروتين النباتي اخترنا في الفطر والفول رح تتفاجأوا بالسعرات الحرارية الموجودة بهيدا الطبق الكبير لذيذ؟ كمان راجي؟ الله لاتس جو أهلا وسهلا أصدقائي اليوم واجبة جديدة ضمن قائمة واجباتي الصحية اللي عم يحضرنا أول مرة معكم لبين رحي حاصلة على درجة الدكتوراه بالكيمياء التحليلية عم شارككم وصفاتي لأنا باكلك اليوم بغيت الحفاظ على الوزن منعطي شوية معلومات عن السعرات الحرارية وكيف أنا ممكن حافظ على وزني أو زيد وزني أو خفط وزني من خلال التعرف على السعرات الحرارية ضمن أطباقي اليومية ويلي عم بيتابعني أنا عم بطبخ الأكلات بالبيت يعني ما نؤكل سوء وبقدر أنا أتعرف على هالوزبات بكل سهولة اللي عم بيتابعنا أول مرة بدعيكم الاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس اللي يصلكم كل شديد اخترت اليوم واجبة هي الرز مع الفول الأخضر بالإطافة لفرقت الفطر وصلتها باستخدام البندورة وبعض الأعشاب مثل ما نكونوا ملاحظين أنا حاطة تقريبا كوب من الأرز بيحتوي كوب الأرز بدون موجود الفول تقريبا 130 سعرات حرارية الحلاوة الموجودة بالفول أنه صفر كليسترول بيعطينا كمية وفيرة من البوتاسيوم من الميتة كرام بناخد 332 ميلي كرام بوتاسيوم السوديوم مقبول الدهون كتير قليلة 0.1 سعرات الحرارية 88 تقريبا بس بيحتوي شوية سكر تقريبا 18 كرام للميتة كرام كما أنه يحتوي كمية جيدة من فيتامين سا الحديد فيتامين بي 6 ماكنيزيوم كالوسيوم وكل هالعناصر المعدنية مفيدة للجسم وفينا نقول بحسبة صغيرة سعرات الحرارية بتعرفوا أنه الفطر ما بيحتوي على الكليسترول وأنه بيحتوي على كمية وفيرة من البوتاسيوم يعني الميتة كرام فيها 318 ميلي كرام بيحتوي الحديد فيتامين بي 6 ماكنيزيوم والكالسيوم وحتى فيتامين الدال السكريات قلنا أنه مرتفع 3.3 الصوديوم 5 ميلي كرام كل هالخلطة سعرات الحرارية 22 سعرة حرارية فقط والأهم من هيك أنه هو أهم بروتين نباتي يتصل البروتين فيه إلى 3.1 جرام وهذه كتير ضريفة للريجيم استخدمت بوصفة الفطر عندي الفلافل الملونة أضفت صدر الدجاج منزوع الدهن القليل من زيت الزيتون وأضفت أيضا البصل فينا نقول نحنا أنه السعرات الحرارية بهيطة الطبع بما أنه موجود عنا الزيت بيصل إلى 150 سعرة حرارية بحسبة صغيرة فينا نقول أنه هذا الطبق الممتلئ بيحتوي على 250 إلى 300 سعرة حرارية فقط شوفوا قديش مانو مناسب للريجيم أصدقائي بتشكر متابعتكم وبدعيكم للاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وبتمنى لكم مشاهدة ممتعة لكل فيديوهاتنا الصحية المنوعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر